مشاهد ميكي سوني مع النادي الاهلي منظر التفاوض على ضمه حتى هذه اللحظة نبدأ نبدأ يالا المشهد الاول لاعب يمتلك مهارات جيدة يدعى ميكي سوني يتقلق مع سيمبا التنزهيني ويسجل هدفا في الشباك الاهلي ليبدأ الجميع متابعة اللاعب الذي اظهر امتلاكه للعديد من المهارات وانه من اللاعبين المميزين في الكرة الافريقية المشهد الثاني مسيمان يرحب بالتعاقد مع ميكي سوني بعدما اكد ان اللاعب يمتلك مهارات جيدة وسبق له تدريبه اثناء تواجده في سانداونز لكنه رحل بسبب افتقاده للخبرات وقته المشهد الثالث في صيف 2021 يعلن النادي الاهلي عن التعاقد مع الموزنبيكي ميكي سوني لمدة اربع سنوات بعد التواصل الاتفاق مع نادي سيمبا التنزهيني المشهد الرابع انتقادات كثيرة اتعادت لها ميكي سوني بعد فشل في ازفات احقيته بارتداء القميص الاحمر والتواجد مع بطل القارة المشهد الخامس تسريبات عديدة من داخل النادي الاهلي وخارجه تؤكد ان ميكي سوني اقرب اللاعبين الاجانب للرحيل عن الفريق في نهاية الموسم الجاري المشهد السادس ميكي سوني ارد على الجميع داخل الملعب يقود الاهلي الفوز على مصر المكاسب ربعية دون ارد مسجلا اول هدفين ليه مع النادي الاهلي موهوب انا عجبني النهاردة حاجة مهمة كمان انا قلتها النهاردة في المقدمة انه مسماني قدر يوصل انه النادي الاهلي يبقى منظومة سيستم ناجح يحط فيه اي لعيب يقدر يجيد ويؤدي بشكل رائع جدا صحيح من كتر وفرة اللاعبين في النادي الاهلي ممكن تلاقي حد في مباراة يقولك حسين الشحان ما كانش يقدي كده ما انت عندك مش عارف مين بره ما عشان انت عندك بره فانت الاكسبكتشن بتاعتك او توقعاتك في اللاعب اللي بره اكبر من اللاعب الموجود عشان تعرف ان اللاعب اللي بره رائع واللاعب اللي جوه اصلا رائع فتشكيلة النادي الاهلي النهاردة بالاحتياط اللي موجود بقى عنده قيمة كبيرة رائعة جدا